ترجمة نانسي قنقر اليوم الحرب استهد في المدنيين في البيوت بقصر البيوت على الناس الأولى نية كان فيه اجتياح كنت تعرف وين بدخلوا وين بيوت طلعوا اليوم ما فيش ما بتشوف الساروخ جاء عليك على البيت أو على العيال أو انت بالسيارة أو انت ماشي لا لا مش هايب كثير من اجتياح لعشان يعني اللي أنا قدراتهم يعني زي بيقولوا الأرض والأرض إنا والسماء اللهم يعني احنا الأرض يعني إن شاء الله نتفوق عليهم إن شاء الله 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 اللي بتنتهي الحرب هاتي اللي يصير هدنة مقابل إشي أو طلق الأسرى رفع الحصار تخفيف الوضع على الابتصاد على البلد ببعادة يا أمه قد عليها يا أمه ببعادة يا أمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة